ومن أهداف التنمية المستدامة إلى جانب البيئة تبقى التربية أساسا تحت شعار كنت شريكا في نجاحهم لقاء في سفارة لبنانية في واشنطن لدعم القطاع التربوي في لبنان بالعام 2019 اشتيحت أزمة اقتصادية غير مسبوقة لبنان تسببت بفئدين العمل الوطني إيمتا بنسبة نحو 95% أزمة تركت تداعيات على معظم القطاعات وأهم قطاع التعليم العالي طلاب اكتار فأدوا الإدراع على دفع تكاليف التعليم الدكيت راكمين تقلصت رواتبهم الأمر اللي دفع اكتار منهم للهجرة ولأنه ممنوع سقوط القطاع التعليمي بالبنان كونه ركيزي بتنمية التلاميذ وتطوير الاقتصاد والمجتمع كاملا حيولت السفارة اللبنانية بواشنطن عمد ثلاث سنوات تأمين الدعم لها القطاع السفارة بواشنطن استضافت لقاء لدعم القطاع معظم عدد من الشخصيات المغتربة والشخصيات اللبنانية في لبنان لا يزال في مرحلة باعتقد أنها خرج من دائرة الأخطار التي كانت تتهدده الهدف من نفقت الشراكب النجاح وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي إنما أيضا المحافظة على النظام التعليمي النظام الدمية باعتقد أنها تكون طوالة لعجائزة المغربة والع規制 المغربة وعظم الواجتماعي في لبنان نظام مؤسسة التنظر والمغربة 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 وعطاء التعليمي يمجب أن نزال المغربة في لبنانية أكثر من جامعية أمريكية تلعب دور بدعم عدد من الجامعات من بين جامعة الويزي تعهدت بدعم الطلاب بظل الظروف الصعبة